اول مثال في درس 2.3 الاشتقاق قال لي find the derivatives of 5x square plus 7x minus 6 طبعا هذه فقرة والفقرة الثانية قال لي يوجد اشتقاق 4x power 6 minus 3x power 5 minus 10x square plus 5x plus 16 طيب راح ناخد اول فقرة اللي هي dx هذا رمض الاشتقاق ونقول خمسة اكس تربيع زايدا سبعة اكس ناقص 6 راح نشتق قوانين الاشتقاق اللي اخذناها هاد عبارة عن axn فانزل الاثنين قدام الخمسة وضربها في الخمسة فيصير عندي عشرة تمام ونقص مالوس واحد فيصير عشرة اكس زايد هذي برضو عبارة عن power rules اللي اشتقاقها ax تمام حاشتق ال x فيكون عندي سبعة هذي الفقرة الثانية نقل دي اكس ل 4x power 6 minus 3x power 5 minus 10x power 2 اشتق كل حد لحاله هذا برضو عبارة عن axn اقدم مالوس قدام ال x واضربها في الثابت ثم نقص مالوس واحد فيكون عندي ستة في اربعة اربعة وعشرين اكس كانت الستة نقص من واحد اصير اكس فيص خمسة ناقص خمسة اقدمها قدام ال x واضربها في الثلاثة فيصير عندي خمسة في ثلاثة خمسة نقص مالوس واحد فيصير عندي اكس او اربعة تمام عندي برضو ناقص عشرة اكس اربيعة قدام ال اكس واضربها في عشر فيصير عندي زايد او ناقص نعم في عشرة ناقص عشرين ونقص مالوس واحد فيصير اكس برضو هنا تكملة ما انتبهت لسؤال زايد خمسة اكس زايد 16 اشتقاق الخمسة اكس هيكون زايد خمسة واشتقاق الثابت بصفر وما احتاج اكتبه هذا هو الحل اشتركوا في القناة